من جانبه أشار سعادة السيد جمال فخرو النايب الأول لرئيس مجلس الشورى خلال مداخلة مرئية عبر سكايب في نشرة سابقة أشار إلى الإنجازات التي شهدها الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس الدور الثالث من فصل التشريعي الخامس كان حافل كأي دور آخر في السلامات السابقة أقررنا في كثير من القوانين مشروعات القوانين أقررنا في مجموعة من المراسيم في القوانين وبالتالي أعتقد أنا أننا أو فين كل المشروعات والاختراحات التي قدمت سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب تم إقرارها في حينها ولا يكون في أي تأخير يذكر في تقديم القوانين إلى الأخوان في مجلس النواب أو رفعها إلى الحكومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر